خبر جاء بالأمس من سوريا من دير الزور بالتحديد إنه خبر مقتل العميد الركن عصام زهر الدين قائد اللواء 104 من الحرس الجمهوري الخبر ككل الأخبار التي تأتي من سوريا تثير جدلا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي وربما تعكس قساما حادا بين من يعتبره أيضا من السوريين يعتبر هذا الشخص بطلا نقداما دافع عن وطنه وضح بدمه على ترابه وبين من يراه مجرما يقتل الأبرياء دفاعا عن النظام السوري حسب رأيهم لمع نجم عصام زهر الدين وعرف أيضا باستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لنقل صوره وأخبار المعارك التي يخوضها وخاصة في دير الزور تم إدرجه مؤخرا في قائمة العقوبات الأوروبية مع عدد من الضباط الآخرين في هذا الفيديو أهم محطات حياته موسيقى 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 الفيديو الأشهر للعميد عصام زهر الدين والأكثر إثارة للجدل هو الفيديو الذي نصح فيه اللاجئين والهاربين السوريين بعدم العودة إلى سوريا بقوله نصيحة من هدق لا ترجعوا تحولت هذه الجملة إلى هاشتاغ كان أوضح ثم معنا هذا الفيديو ومن هرب ومن فره من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك لا تعود لأن إذا الدولة سامحتك نحن عهدا لن ننسى ولا نسامع نصيحة من هدقا لحد يرجع من كون بعدها كان قد أوضح بتسجيل صوتي بأنه كان يقصد مصلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وليس الهاربين من الحرب من المدنيين موقع التدوينات القصيرة تويتر كان صاخبا بالجدل بين مؤيدا ومعارض وكان مليئا بتغريدات نعي هذه النماذج لبعضها مثلا هنا الإعلامي اللبناني حسين مرتضى وهو مراسل قناة العالم الإيرانية يقول العميد عصام زهر الدين شهيدا ملت أرفع وسام هنيئا لك ونشر هذه الصورة له وللعميد عصام وهما يتعانقان الإعلامية هبا محمود وهي مذيعة نشرت في تغريدة تقول عصام زهر الدين عاش رجلا ومات بطلا أما فرح الشامتين فيثبت كم تنقص من هؤلاء من كرامة وكم يفيد من هو من شجاعة أوجعتهم بحياتك أوجعتنا بشهادتك ويقام هاب السياسي اللبناني والوزير السابق رئيس حزب التوحيد العربي أشار بتغريدة بإسقاط تاريخي يقول التاريخ يكرر نفسه كان سلطان يقصد سلطان باشر الأطرش مع سوريا وبعضنا في لبنان مع الانتداب واليوم عصام مع سوريا وبعضنا مع الإرهاب للأسف تتغير الأسماء وتبقى المواقع أما هيثم من سوريا ففضل أن ينعاه بلهجة محلية سورية يقول هيثم السوري سوريا زغردي للأرض تطرب عصام أنا وسقيت ترابها بدماية لا تكو فوق نعش البطل يغضب وصية أسب واحتفظوا بالوصاية أو احفظوا الوصاية عصام زهر الدين أو أسد الشهداء هذا هو الهاشتاغ على الجانب الآخر من القصة هناك جزء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين يعتبر عصام زهر الدين مجرم حرب ومرتكب انتهاكات وفضاعات بحق المدنيين هذه بعض النماذج التي اخترناها لكم مثلا الإعلامية مهل خطيب قالت مجرم آخر يموت بلا محاكمة وان قتل بلا غم ما زلت أحلم أن أرى المجرمين خلف القطبان وقاض عادل ينزل بهم أشد العقوبات عندها سأفرح عن حق لموتهم هناك صحفية أخرى من اسطنبول كتبت زويا بستان تقول للمدن التارات وديون مؤجلة على القتل وبناء على هذا تحول تحول الدير أرضها إلى ألغام تحت أقدام المجرمين الآن وبعد مئة عام أيضا بما أن الرواية الرسمية جاءت أن العميد قتل بلغم أرضي هناك من لم يقتنع بهذه النظرية فضل عنها نظرية أخرى هي نظرية مؤامرة كرواية أن النظام مثلا قام بتصفيته بسبب الخلافات الداخلية أو أن الروس فعلوا ذلك نقرأ هذه التغريدة للصحفي مصطفى السيد الذي ألصق هذا البوست هل قتل قاطع الرؤوس لأنه شارك بمقتل الجنرال الروسي كان هناك جنرال الروسي قتل في معارك دير الزور الكاتب الصحفي غازي دحمان يرى أن الأمر لا يتعدى أن يكون تصفية داخلية يقول عصام زهر الدين راح وشعب سوريا باقن وكلهم سيذهبون واحد تلو الآخر فنحن في موسم نهاية اللعبة ولزوم التخلص من كل الأحمال الثقيلة ينضم إلي من دمشق عساف عبود مراسل بي بي سي مرحبا بك عساف رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي أن جثمان العميد وصل إلى دمشق هل هناك من أخبار معلنة عن جنازة رسمية أو أين سيدفن أو هناك ترتيبات رسمية لهذا الموضوع حسب المعلومات أحمد التي وردتنا أن العميد عصام زهر الدين نقل إلى دمشق وسوف يتم تشيعه يوم غد في محافظة السويداء في مدينة السويداء حيث سيتم وضع جثمانه في الملعب البلدي في مدينة السويداء وتقام مراسم الجنازة عليه يوم غد هذه المعلومات هي الأساس وتم نقله من دير الزور إلى دمشق يوم أمس ويوم غد سيتم التشيع رسميا بالنسبة للرواية الرسمية التي تقول هل هناك من تفاصيل تحدثت عنها وكالات الأنباء الرسمية أو تصريح من الجيش السوري يظهر كيف حدثت الحادثة الرواية المعتمدة من قبل الحكومة السورية والتي أزيعت على وسائل الإعلام الحكومية أحمد تقول بأن العميد عصام زاردين كان في جولة استطلاعية في منطقة حواجد سقر في دير الزور وهي منطقة اشتباك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية أن العميد عصام زاردين قام بهذه الجولة الاستطلاعية في حواجد سقر حيث فجر لغم أرضي به مما أدى إلى مقتله وبالتالي ليس هناك أي رواية أخرى أحمد حتى الآن سوى هذه الرواية الرسمية هناك يعني على وسائل الإعلام وتم التلفزيون السوري يوم أمس نقل يعني استطلاعات من المواطنين ومن سياسيين أو مؤيدين للحكومة حول رأيهم بما حصل وأشهدوا بحصان زاردين أشكرك من دمشق مراسل بي بي سي عصاف عبود